أطلق سعادة الشيخ إيسى بن علي الخليفة مدير عام البرامج الاجتماعية والشؤون المجتمع بمحافظة العاصمة مرتون فحصك أمان واطمئنان للتوعية بسرطان الثري والذي وقيم تحت رعاية المحافظ بتنظيم من الجامعة الخارجية في ووتر غاردن سيتي بضحية السيف وصحب المرتون معرض توعوي لتسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر لسرطان الثري وكذلك لتضامن مع جميع المرضى بما يعكس أسطورة الفعلية للمجتمع البحراني المتكاتف وبما يتماشى مع هذه الحملة العالمية وبهذه المناسبة شهد سعادة الشيخ إيسى بن علي الخليفة بالمبادرة التي قامت بها الجامعة الخارجية للمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الاهتمام بصحة الأفراد مؤكدا أن المحافظة حريصة على دعم شهر التوعية بسرطان الثدي من خلال حزمة من البرامج المتنوعة شارك الجامعة الخليجية اليوم في هذا المهرجان اللي هو تضامن مع أمراض سرطان الثدي وهي حملة من أجل التوعية على أهمية هذا المرض والفحص المبكر هذه الفعالية هي جزء من اهتمام مملكة البحرين بالصحة العامة للمواطنين وكذلك هذه الفعالية هي بالشراكة مع محافظة العاصمة تحت رعاية سعادة المحافظة الشيخ هشام آل خليفة وكعدتها المحافظة تهتم في هذه الأمور المجتمعية وكذلك فإن الجامعة الخليجية لها دور اجتماعي بارز في هذا الموضوع من خلال حث الطلاب على المشاركة في هذه الفعالية واهتمامهم وهي جانب مهم من خدمة المجتمع على الأصعدة كافة نعتقد أن المشاركة في هذه الفعاليات تفتح الآفاق تجاه الاهتمام بالصحة المجتمعية والصحة الشخصية وهي في إطار التعاون مع أجهات الأخرى في مملكة البحرين من أجل نشر الوعي والثقافة الصحية والاهتمام في هذا الجانب